يحصي المعافون في أوطانهم أيامهم على لحظاتهم الهادئة الرغيدة إلا أن المصابين فيه يحصون الأيام على تاريخ المصائب والنكبات فهذه تحصي أيام اعتقال زوجها وتلك مقتل ولدها وآخرون يخلدون لحظات نزوحهم إلى المجهول العراق وبصورة أدق مناطقه المنكوبة تحت وطأة تداعيات حرب ما زالت آثارها أشد ضراوة من وقت اندلاعها مخيمات ومعتقلات ومناطق مدمرة ومقابر جماعية تفتح نافذة إلى ملف المغيبين قسريا وتكشف جزءا من مصير ضحاياه مقبرة جماعية في ناحية الإسحاق بمحافظة صلاح الدين فتحت بابا جديدا للمتقصين عن رحلة المغيبين قسريا حتى الوصول إلى مصيرهم النهائي حيث أكد شيوخ عشائر الناحية أن المقبرة تضم رفاة عشرات المغيبين والمختطفين إبان الحرب مع تنظيم داعش وبتتبع مكان اختطافهم في ذلك الوقت يظهر جليا بما لا يدع مجالا للشك أن الميليشيات الطائفية هي من قتلتهم ودفنتهم في مقابر جماعية وعلى اكتشاف هذه المقبرة قد يكون قياس مصير معظم المغيبين قسريا صحيحا أنهم قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية كما قال نواب في البرلمان تزداد الصورة مأساوية عندما يفجع بخبر مصير المغيبين قسريا ذوهم القابعون في مخيمات هي أشبه بمعسكرات الاعتقال وقليل منهم عاد إلى مناطقه التي لا يزال الدمار سمتها الرئيسة ويتمنى أهالي المناطق المنكوبة لو تركوا في مدنهم المدمرة لوحدهم لكان ذلك أقل مأساة من أن تتسلط على رقابهم الميليشيات وتكمل سلسلة أعمالها الإجرامية من تغيير ديمغرافي وإذلال للنساء وكبار السن وتدمير لما غفلت عنه الحرب الأولى تؤكد منظمة هيومين رايتسووتش في جردها السنوي لواقع حقوق الإنسان في العراق أن الميليشيات والقوات الأمنية ما زالت تتعامل مع أهالي المناطق المنكوبة كمتهمين بالانتماء لتنظيم داعش وهذه تهمة كافية لأن تمارس أبشع الفضائع بحقهم دون أن تخشى مساءلة قانونية هذا إذا كانت موجودة أساسا ترجمة نانسي قنقر